زاوية حاطب ليل للكاتب عبداللطيف البوني والتي جاءت هذه المرة بعنوان والسؤال ممنوع يستهل عبداللطيف البوني زاويته بالقول أن تكون إسرائيل دولة همها أمنها القومي فهذا شيء معلوم لأنها نشأت في رقعة جغرافية معادية لها وبالتالي كل استراتيجيتها تتجه لهدف واحد وهو أمنها القومي ويمضي البوني بالقول ومن متطلبات ذلك أن تقوم بسياسة هجومية باعتبارها خير وسيرة للدفاع فيضعف وتفكيك دول العالم العربي كان وما زال أولوية من أولوياتها طالما أي عمل مشترك موجه ضدها يواصل البوني بالقول أما طالما أننا في السودان اخترنا ومنذ الاستقلال التوجه نحو العرب أصبح بالضرورة أننا لا نصيبنا مما هو مخطط لهم أو ضدهم فبالتالي كان لابد من أن نخضع لعمليات الإضعاف والتفكيك التي وضعتها إسرائيل على رأس أولوياتها ويستمر البوني فيقول هيا جماعة الخير حدث التطبيع وتحولت إسرائيل من دولة عدو بالنسبة للسودان لدولة غير عدو فكان التفاهم والزيارات التي أو الذي جرى الآن لكن السؤال المهم هل تتخلى إسرائيل عن سياسة ضعاف وتفكيك السودان أم ستواصل في سياساتها ولكن بأسلوب جديد ويختم عبداللطيف البوني زاويته بالتساؤل أيضا أم هل ستركن لقول المتنبئ وأن وجد البحر استقل سواقية هذا السؤال الكبير موجه لمتخذي قرار التطبيع الذي عليه أن يدرس ويتحرى ويدقق قبل أن يوقع